اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هلأ ورايح انت لا بقى تحمي حدا من هذا البيت فهمت ياسمين انو تتركني الليلة ابقى لحالي ممكن طيما بالحقيقة نحن اليوم للأسف الشديد ما منقدر نقول انو عم نعيش احداث حلوة وكل يوم عم نشوف كيف عم تتغير بلدنا ولانو هذا الشي خطير ولحتى بكرة ما نقول انو تأخرنا لازم نتحرك بسرعة مشان ما نترك المجال لهدول الرجعيين يلي ما عم يعرفوا حدودهم ولي عم يحاولوا يستولوا على بلدنا الحضاري وبأساليب كتير سيئة وانتو فيكن شوفوا أثرهم عن المجتمع لا تخليوا نشوفوك هون أحسن خليك مستني بالسيارة طيب انت ليش عم تساعدني هلأ بعد كل هالشغلات الوسخي اللي عملتها معكم هذا موقت هاد الحكي ولا مكانه انت هلأ بس خد بنتك ورجع على البلد بجوز بعدين نلتقى ونحكي وبنتحاسب على كل شي كمان كيف هالرجال ما فكر انه منهنيك بيقدر يوصل للممتاز صاروخان شش اسمعولاك انت بعدت السيارة مع حدا ايه منيح وهلأ انا فورا رح الحاقكن بهالحالة ما رح تروح لمحل بعد اذنك ماما لو انت ما دخلت هادا أبداءن لعن تميرنا ما كانت هلأ طلعت بهالحالة من البيت مع القليلة عنا قدلة قوية لإدانتهم بس مدام انتوا على حق فأكيد رح تلاقوا الأدلة الكافية لإدانتهم شو عملت بابني يا كازم قررة لا تخاف يا مريم أيضا ابنك لساعة تعايش ولا تفكري اني ما قتلت وكرمال اني خايف منك بس لاني ما قدرت شو عملت يا كازم أنا ميت مرأة لتلك ما تدخلي بشغلي وهذا كمان منصلي بشغلي تعرفي انه ولادها لهالوسخة هاي قاعدين عم يتدخلوا بشغلي ولو اني أوصتوا لابنها كنت صرت غني كتير وكمان بلال كلبه الممتاز راح سكت مراد كهرمان وكمان أخذ مني يوسف وانا شو اللي كسبته هلا ولا شي ولا اي شي طيب مو مشقي وين بده يروح من بين يديي انا بفرشي هون روحي غصلي لوشة والعي من هون وإذا برجعوا بلا اي هون لعدمكن حياتكن داعي ماريا اومي معي اومي ايه يا درسان هيحلنا قصة البنك تبعك وصار لازم بقى تلاقيشي عروس وانا بيديي راح لتبسكن الخواتم ابي كان متمنى انه يشوف عرزي وكان حابب انه يلبسنا الخواتم كمان لك خلاص بقى هلا بتكون روحه عم تحوم حواليك ايه الحاق معاك مو بس انه عم تحوم حوالي كمان بتكون عم تحوم حوالين رفقاته اللي غتروه الحياة علمتني حكمة كتير حلوة ايه وشو هي الانتقام ما بيصير اكلة طيبة ولزيزة الا اذا انطبخت عنار هادية والتاكلة باردة وبظن انه هلا كتير انت جوعان وحابب تاكل ما بتتخيل قديش انا جوعان الله وكيلك مخور من جوعي على وقت هالحاكي هاد رح تعمل حادث ومن هلا لحتى نوصل على البنك ما بترد على اي حدا ابدا معلم في مجالة اللي كيف بدي اوصل لي ياسمين تليفون امانو معي فازا بتعرف وين راحت يا ريت تقول لي بلال لكن احنا شو حكينا ما قلتلك لبقى تقرب على ياسمين منوب هذا الحكي مظبوط يا معلم بس يوسف تكليلك يا ربي تحميلي بنتي الشغلة وصلت لدرجة خطيرة يعني لو ضل يوسف بالسجن كان احسن لالو لالنا لانه البنتي اللي بيحبها هلأ بخطر بس لا تخاف هي هلا مع ياسمين نحنا لازم ندور على شي دليل يعني مو معقول يكونوا عاملين كل هالشغلات من دون ما يتركوا دليل وراهن المهم انه نخلص ميرنا من هالحقير وليش حضرتك مهتمة بميرنا كل هالقد وعم تعامل المستحيل لحتى تفسخي زواجها لانك انت بتحبها يا يوسف ومن شان هيك طلبتي من ابوكي انه يساعدني يعني لا هلأ ما حكيتي دي عنه ابدا بعدين منحكي بهالموضوع يوسف المهم هلأ انلاقينا شي طريقة لحتى نحسب تيم وكازة موسيقى كل هالحاكي ما بهمني اللي بهمني ان كنت لقوا حل هالقصة وتفسخوا العقد الباطل تبع الزواج بس وراء الزواج اللي عندي كلها مظبوطة يا خانوم الشهود والتواقيع يعني كل شي تمام وبهالحالة ما فيني خدمك منه طيب اذا ما فيك تساعدنا في مجال تضلنا على شي طريقة تفيدنا ما الك غير النائب العام بس ما رح تستفيدوا ابدا الا اذا قدرتوا تقنعوا الموظف اللي كتب الكتاب انه يشهد بأنه الزواج كان بالغصم انا اسف يااسمين خانوم ما فيني ساعدك اكثر من هيك سمعت ميرنو؟ 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 انت قليل قدر ببالا سربايا ولا ياسمين وينك انتي؟ قالوا بيلان قليلي وينك انتي؟ جيت انا وميرنو على مكتب الزواج لان اعترد بس ضيعتها ما بعرف وين راحت خليك عندك نحنا جايين لانه في ناس كانت عما تلاحقهم ديري بالك منيحها يا الله شو هالشغلة هاي؟ لوين بدي روح اللا؟ قولولي وينها؟ بصراحة يا ميك اسحك تقالي ضيعتوها وإلا بحسب الله ما خلقكم نلع شوفها نيك يا ميك حاضر فورا سرعا يا الله شفتي شو عمل فيني يا نهار؟ لك إذا عمل هيك فيني فشو راح يعمل بابني؟ اه 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 يلا مريم خليني أخذك على المستشفى مشان أطمن عليكي اه شكرا ما في داعي لما شوف ابني ما راح يضل فيني شي اه 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 ماشي الحال لا شوف اخر تماعك يا ميردان وين راح تروح من بين ايدي؟ اه شو صار معك ملأتي يا؟ كنت قاعدة عم احكي أنا وياها مع المسؤول بعدين ضيعتها وما لقيتها خلينا ندور عليها تمام ياسمين خليكي هون يعني أنا لعبة بين ايديكم؟ خليكي هون وروحي لهنيك كأنك ناسيان ميرنا بتكون رفيقتي ومن واجبي ان يروحوا دور عليها تعالي قبل المنزل اه يالك اكتلا مره اختي صاير معك شي مشكلة اذا بدك فوتش تكي يلا تعي معي يلا صراحة يا اختي انا ما بدي اجذب عليك بس مطلع بيدي اعملك شي وما في غير المحكمة تحللك شغلتك خلي ايمانك بالله كبير يا اختي واكيد ما رح ينساكي طالعين دورية يلا تعال انا مطلع روح وفيك يتضلي هون قد ما بدك لترتاح نفسيتك وبعدين اذا بدك عطي رقم قريبينك للشباب لحتى يتصلوا لك فيهم يلا بخاطرك اختي لازم ما نطلع من هون الا ومعنا شي خبر طيب الكفيمي ما دي اتصل ببابا ما بيقفي اللي فيه ولا يعني اتصل بالحقير كازي ما اللي ما بطي يشوفو الشو وهمي محمد بيقفي المشاكل اللي سببتله يا اخ هم يوسف اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا أعرف، لكن يقولوا أنك كانت كازم قرّة واو واو تظلّك عم تسجّل شو عم يصير؟ بلقي من قدر نحصل على شي خبر مهم؟ ماشي، مثل ما بندامي ما ضل قدامي غير أني اتصل به هالحقير تايم، تايم قرّة يلي ما بطيق أبدا جوزي تايم قرّة يلا تصلوا فيه مشان يأخذني يلا، يلا تصلوا فيه بسرعة، خلّوا يجري أخذني شو عم تستنوا؟ دير بالك، لا تضيّع منك ولا لا نتخل구� إلا أنق価 من قدرر تركّمي bureaucعك تركّمي تركّمي綱 تركّم liberty يا كياذا مثلي غير أنه ساخت تركّش تركّمي 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 ترة لا أقسل معه وشناني لا، لا أنا ما رح أخلي يقرب عليكم لأنه أنتو ما دخلكم لا تضيع ولا لقصة أنتو ما دخلكم أبدا لأنكم أنتو درويش وهو ما بيخاف الله الله بسرعة، رح طلب الإصعاف حاضر حاضر أندي مريم اوه 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 يالله، جيت خدي البسي الشحاطة، خدي البسي روحيش لحي وعيكي اه لبين ما سخن الأكل وجهز الغداء وإن شاء الله يأتي يوسف ونقعنا نتغدى نحن وياه إن شاء الله يا سوسن إن شاء الله رح يرجع صاغ سليم لك طبعا رح يجي إن شاء الله صاغ سليم وكمان ميت من الجوع ورح يأكل أكلات عمتول كتير طيبة اللي ما حدا مثلا بالدنيا بتطمخ إيه ما تنفسي شبه ولا يعني حابة إنك تمرضي أهو الله الله شبه أنت منيحة مريام منيحة سوسن منيحة لا تخافي شو قصتك لك عمهلك عمهلك شوي شوي يعني ما صار إلا زعجني وما زعتلي مرأي يا بلادي بس برافو عليك لك عملنا متل ابن لقلنا وكمان ساعدنا وما خلينا يحتاج شيء من نوب بس هي آخرتي اللي بيساوي خير وياللي هقاهرني أكتر شيء من نيرنا لين طبعتنا هاي؟ والمشكلة الأكبر أنه وكل ياسمين عليها قلبي حاسس أنه عامي حاول يتقرب من بنتي لا ما رح اسمح له من هاللحظة بلال بالنسبة إلي صار ولا شيء وانت خليك جاهز لحتى تكون إيدي اليمين وشو معناته هذا الحكي؟ بلال انتهى أنا جاهز مع اللي حتى إني جاهز أكتر من أي وقت لحظة يقرب ركوني بحالي نيري بالك عليها يا بنتي لحتى شوف شو قصتها أمرك دكتور شو قصتها؟ كانت معاصبة كتيرو عم تصيح وتخبط بالكراسي يمين وشمال وبعدين انهارت واغمي عليها طيب ما بتعرفو شي حدا من قريبينها؟ سمعناها كانت عم تقول إنها كنت قاز مقرة شو هاد الكاميرا يمكان صحية يلا يلا المهم هلأ شنان صحتها؟ أه 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 لحدا يا ربني أبدا بادو يا كلام بادو وادي اين interventions لحظة يقرب يا بنتي طولي بالك خلاص إيقا شليها الكاميرا بنا لا ياد يا كلاب بابو ما عم تساوي؟ ترك التليفون و تطلع قدامك هي طيب مثل ما بتريد ملك لك دير بالك رح تروحنا ملك عمهلك ملك لا وينك يا عملي؟ لو تجي مش هانكح العيوني فيك لا تخافي علي هلأ بيجي يلي بيسمع منك هالحكي بقول إنه ما بقي يجي أبدا أخ 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 يلا تسطحي شوي لبين ما إفرهم البنادورة وساوي لك سلطة مع الأكل مريم مريم لك شبك مريم 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 أومي أومي مريم إذا بصر لشي يوسف أماني عندك يا سوسن مريم شو هلحكي مريم؟ لك شو عم يصير معي؟ مريم ملاقيت مو بالحمامات أنتو ملكون ملاحظين إنو تيم ورجالو مانن هون وإذا مانن هون فبهالحالة مفي غير احتمال واحد أصدك يعني وقعت بين إيدي هون؟ قالو نعم كيف؟ ماشي أي جنبي طيب ماشي ماشي بيركانت أو شو بدو هاد؟ يعني هالذلم ما بدو يتركنا؟ وليش اتصل فيك؟ ياسمين أبوكي موسيقى 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 يلا بسراعة هلا موسيقى صحيح مثل ما سمعنا منك إنك زوجة تيم ابنه لكازم قرة؟ هذا الواطي أبداً ما بيستاهلني ولا بيشرفني يكون مرته كمان ولو ما بيضل غيره وبالدنيا ما بتجوزه بس نحنا سمعناك وانت عم تحكي غير هالحكي هاد وهالشي خلاكي تنهاري لحت جابك عم مشبه ميزا بحيكون تفوتوا يلا طلعوا لبرة بسرعة يلا لبرة امشي امشي ضايا اوكي شي ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي تسطحي احسن خبر بنحصل عليه ايه لكان شي اكيد وبكرة بتشوف اذا ما رح خلي هالخبر كسر الدنيا تكسير الله وكيلك اوكي نتخبره اي حدا لا يوسف ولا بلال ولا حتى اي حدا يوسف مشان ما يزعل وبلال مشان ما يستغل الفرصة ويحاول يقرب علينا اشتركوا في القناة عالك العافية الحمدلله علي السلامه الدماغ ما فيو شي منوب بس رح نستضيفك عنا كم يوم لنتطمن عليك ونفحصك اكتر لكم ملك رح يضل معي ما هيك ملك؟ ايه طبعا معلي باعرح فارق بس انا ماني متذكر الحادث ابدا فشو القصة دكتور؟ هالشي هاد نتيجة الصدمة بس رح ترجع ذاكرتك متل اول واحسن وتتذكر كل شي اوقات الانسان نتيجة صدمة معينة بيفقد جزء بسيط من ذاكرته بس بعدين بترجع وعدين بحكيك ان شاء الله معافة هيتذكرتنا والباقي ما لقو اهمية ابدا عليك العافية مرة تانية وهلا عن اذنك معلم لازم لاقيه الاميرنا ياسمين الدكتور قال انه في حدا ضربك يا بنتي فاقولي مين هو مشان نعرف شو بدنا نعمل حاجة بقى قولينا مين هو لحتى نعلمه كيف يمت ايده على وحدة حرمة لهيك ما بدي اياك وانت عارفو لانه مانحة بالقصة تكبر وبعدين ما بيكفي اللي صار بتحت رأسي بس يلي بهمني ما حدا يحكي ليوسف انه جبتوني لهنا وكمان ما بدي بلالي ذرا بدي ميرنا قررة منسا عجبتوها لهم المغفر حانتها تعباني بتلاقيها بالغرفة 15 بنتي مريم حابب قليك شغلة نبينا قال انه الجنة تحت اقدام الامهات بس يا ترى الولاد بيقدروا هذا الشي يا عم محمد وليش انتو كمان ما تقدروا هالشي كيف يعني بصراحة نحن عطول ما نفكر بنص المليان من الكاسة طريق الجنة للولاد ما بينفتح غير عن طريقكم ورضاكم انتو فلا تفكروا انه انتو ما دخلكم ابدا ما فهمتشو اصدك كل الشغل وما فيها يا بنتي انه في شي نائس شي نائس؟ اي الولاد يا بنتي لازم نهديهم مشان يقدروا يفوتوا الجنة فاذا ما انتو هديتوهم مين لكان راح يهديهم ومين حيدلهم عالطريق والله امرنا يا بنتي انه نساعد ولادنا ونهديهم لحتى ينالوا رضانا ورضا الله عز وجل وحق الولاد عليكم انه تساعدوهم ينالوا رضاكم واذا ما انهدوا وقتا بتصفي هاي مشكلتهم بس بهالحال يا بنتي ما بيضل إلن علينا ولا بأي شكل انه يحاسبونا لانه ما هديناهم يعني انا كمان مزنبة لا انا ما عم بتهمك بالزنب يا مريم وكمان ما عم دور على المزنب بس حابب انه وصلك انه في كتير شغلات مهمة لازم تفكري فيها منيح قبل ما تحكمي عولادك وتساعدوهم قدر الامكان لحتى ينالوا رضاكي وينالوا رضا الله وانا متأكد انه هالشي مو صعب عليكي ابدا وهلا عن اذنك بدي يروح ارتاح وريحها لعظمتين شوي يلغب خاطركم الله يقومك بالسلام يا ابنتي عمي شكرا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفوتي لجوا وإن شاء الله كمان بكرة بتصيري بتستقبليني أنت وولادنا يلي رح يجو لما أرجع من الشغل وقتا رح يكون أسعد إنسان بالدنيا يلا بقى يا عمري خلينا نروح لبيت يلا شبكي تعي وإن شاء الله لا تخليني عصب يلا أمي معي لا لا تعي تصيهس شوفي لحظة مو أنت هي اللي سألتني قبل شوية عن ميرنا قرار هي مرتي وين راحي عم تسألني رجعت هربت لما قالوا لي أنه نهارت بالمغفر وزبتوه على المسفى دي غري جيت لهون بس هيك ما بصير يا أخي لأنه هيك عم تزعج المرضى والدكاترا اللي هون وهيك ما بصير لو سمحتي إذا بتشوفي مرته للأستاذ خبرينه وكمان دي غري خبرينه للأستاذ أهام تكرم معينك شفتي شو صار فيني يا خالي يعني لو أنك قبلتيني أنه صير كنتك ما كان صار فيني كل هالشيهات لأنني تبهدلت مع أنك بتعرفي أنه من لما وعيت عالدنيا أنا ويوسف كنت مفكرة أنه أنا لا يوسف ويوسف لألي بس أنتي لي ما قبلتي وهلأ أنتي ما بتتوقعي قديش عمعاني كرمال أنك حرمتينا من بعضنا مع أني ما بعرف ليش ما كنتي رضياني فيني صحي بابا عم يشتغل عند قازم قرى اللي ما بتطيقيه أبدا بس أنا شو دخلني أنا شو إلي علاقة فهميني ليش حرمتيني السعادة خالي مريم مو بس حرمتيني يا هلقلي ملقلنا اتنيناتنا أنا ولا يوسف ابنك مشان الله تقليلي ليش هيك ساويتي والله ما بعرف بل كي لأني انسيت تماما شو معنى السعادة وبجوز المصايب اللي مرت علي خلت قلبي من حجر أو بجوز لأني خفت على يوسف وحبيت أنه يكون بعيد عن كل المصايب هاي الدنيا يا بنتي نستني معنى السعادة من كتر ما أخذت مني وكرهتني حياتي وفهمتني أن الحب مو هو كل شي وأنه في شغلات أهم من الحب كتير بس الظاهر أني فهمت الحياة بالعكس يا بنتي وماني عرفاني كيف بدي صلح أخطاء هالعمر بس أنا قلي رجاع عندك يا بنتي أنك تسامحيني مشان الله تسامحيني بل كي بقدري أني صلح أخطائي حقك علي يا بنتي دكتور لحني يا دكتور ما كنت عم بتذكر أي شي قبل الحادث بس أول ما رجع لي صحيت أنت أول شي تذكرته بالفترة الأخيرة كتير زعلنا بعضنا أنت ما كنت عم تسمعي كلامي وأنا ما كنت عم بفهمك بس هلأ خلاص لازم نفتح صفحة جديدة معك حق بابا أكيد جعت ما هيك موسيقى 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 أسف or أشب القاطع موسيقى 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 عالم أهلك أشعر موسيقى بلال اسمع لازم تجي على المستشفى بسرعة في شيء كتير ضروري الإيمان بالفكرة هو نص النجاح يا يوسف والظروف بتلعب دور ايه بعرف هالحكي هيك بنكون أنا وياك اتفقنا لازم نثبت للناس قوة القانون لازم نثبت لهم أن القانون هو الحل مو العنف ايلول انت معك حق بس في حدا أنا بسق فيه أكتر من القانون أخي كيف انت شو عم تقول طيب كيف وضعها هلأ ماشي ماشي أنا هلأ جاي اي مستشفى دورت عليها بكل محل ولما ما لقيت رجعت لهون يا خانون يا الله معقول ما بتعرف لوين ممكن تروح وتيم كمان معلوم بين خايفة كتير ما يروح يأذيها لأنه هربتها المسكينة ليش الإنسان لحتى يأذي مرته يا أمي أصلا ميرنا كانت طالعة تشم شوية هوى بس بالآخر رجعت على بيتها المهم أمي وأنت أمي بعد إذن كن ونحن رايحين على قوضتنا أولا وبعدين معاك لما كنت أضرباك لو شو ما صار ما كنت مد إيدي على أدانيك أمي ليش؟ مشان ما تنطرش حضرتك وما تعود تسمع لي عم بلك يا بس مع هيك ما عم تسمع ولا كلمة من لي عم بلك يا هون ليش ما عم تفهم علي أنا ما قلت لك أنه ما بدي شرفها البنت بهذا البيت أنا ما عد أسمح لك تدخل فيني هاي مرتي إذا بدك ياها تطلع رح بطلع معه إيه لكا؟ طبعا طبعا شي طبيعي تطلع معها بس بالأول تعطيني سيارتك وبطاقة البنك وبتروح مو هيك العدل؟ ايه ايه تذكرت شغلي هلأ قال إذا اتنين حبوا بعض بتصير لزريبة قصر بالنسبة إيلون يلا لأشوف لا أقولكو شي زريبة هاي بابا قولا إنت أمتى بدك تصير تفهم علي أمتى ناوي تصير زلمة ها؟ كم مرة صرت أهيلك أشيل هذه البنت من رأسك بس يا بابا ما بدك تعقل أنا بحبها ما بدك تعقل خلاص ما بدكون تحلوا عني بقى تركوني بحالي كلكم واطين أنت يا أغا أنت شيطان وانت يا بابا واحد جبان مثل خالي نهال عملتوا حالكم مو شايفين كل اللي عم يساويتين مشان هيك أنتوا كمان مزنبين مثله بجوز أنا ما عندي الإدراع حتى حاسبكن على هالشي الله رح يحاسبكن ما رح تنفدوا من حسابه كان عندي أحلام بديها تتحقق كان عندي مستقبل كلكم نجتمعتم حتى قضيتوا عليه ولا واحد منكم رحمني ولا واحد منكم فكر أني كمان إنساني وبحسب الألم مثل أي واحد فيكم ليش قررتوا أنكم تحطوني بالقبر وأنا عايشة أنتوا وحوش بهيئة بني آدمين لك أنا أرفاني منكم أرفاني ميرنا ملشت المسخرة ميرنا ميرنا يلا يلا مريم يلا افتحت امك بسرعة لأشوف يلا 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 بسرعة يا أف خير شبكي أمي ما بني شي ييه خلصيني بقى خدي لأمي إذا بردت الشاربة ما بتعود طيبة بعدين كيف رح يروح كل هالورم والزرعة إذا ما أكلت منيح يلا لأشوف افتحيت امك خلصيني يلا يلا لحظة عمتي لحظة كنتي عم بتقولي فيه وراء مزرعة إيه لقى الحقير مورمة لأمة لك إن شاء الله تنكسر إيديتينتين لك عزي مكرر شواطي لك هالزلمة ما رح يحل عنكم لحتى يموت بيلا شون سيت إني قلت لك معت بتياك تحل مشاكل هالبيت طول ما أنا عايشة في منطقة الصدر والبطن والزهر كدامات ناتجة عن ضربات قوية جدا مي شو معناتها الحكي فهموني شو صاير أخي حكي لي شو صاير أنا فهمتي اللي لازم أفهمه ورح أمشي أنت خليك جنب أمي طيب شو اللي فهمتو مشاين الله فهموني ابني يوسف أنت لش عم تعزبني هيك من هنا طلعت بشغلة السلاح هلأ لا تشغلي بالك أنا فكرت بالموضوع ولما عرفت أني ما رح أقدر استخدمه رجعته رح ناخد حقنا عن طريق القانون إن شاء الله كنت بعرف يا يوسف كنت بعرف أنك ما رح تطلع عن الطريق اللي حطيتك عليه أمي أمي ما بدك تحكي لي شو اللي عم تخبوه أمي بلال لو أن رايح قل لي شو صاير معك بلال عن شاء الله بيعطي الحلقة للمال ودانه قل لي لول رايح يوسف أفندي يوسف لك رجع لها خلاص حاش تعزبوها لأمكم بقى لك ليش هيك عم نساوي فينا يوسف مريم شفيت مريم شفيت مريم مريم خالي مريم دكتور ما في حدا هون يوسف استنى شوي سمي شويك أنت عم تقول لأمك كلام حلو عن الحق والحقوق لساكني عم قول شي وقلبي بيقول شي تاني عالي بيفكر بالشي وضميري بشي تاني أنا قررت بدي روح انتقم لأمي ولميرنا كمان